السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم القضاء الإماراتي يضرب بقوة ويصدر قرار في حق رجل الأعمال سليم الرياحي اللي هو هيرب من تونس منذ سنوات طويلة تتعلق به جملة من القضايا خاصة في غسيل الأموال أو طبيض الأموال وشبهة فساد كثيرة رغم بطاقة الجلب الدولية وعدة تفاصيل أخرى في البداية شكونوا هو سليم الرياحي يمكن الناس تعرفوا فقط سليم الرياحي وجه سياسي ولزيد حتى رياضي لازمنا نعرف برشا معطيات على سليم الرياحي سليم الرياحي هو سياسي رجل أعمال تونسي أسس وهو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بعد تولى منذ أكتوبر 2018 الأمين العامة لحزب حركة نيدي تونس بعد ما دمجوا الأحزاب الزوز في بعضهم وجوان 2012 تولى سليم الرياحي رئيسة النيدي الأفريقي حتى النوفمبر 2017 مولود في بنزارت في تونس من مواليد 1972 قاري في جامعة ترابلوس في ليبيا هو سياسي هو رجل أعمال إلى غير ذلك من التفاصيل الأخرى قلت بأنه مولود في بنزارت سياسي رجل أعمال مؤسس الاتحاد الوطني الحرم بعد شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 لبيال وشارك زيدا بعض في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وقت أعلن على ترشح للانتخابات الرئاسية سابقة لآوانها في 2019 عن طريق محاميه وعلى خطر هو وقت خارج البلاد أسس أيضا حركة الوطن الجديد اللي تم الأعلان في 28 أوت 2019 عن تأسيسها يترأس سليم الرياحي الموجود خارج أرض الوطن منذ نوفمبر 2018 وهو خارج تونس يترأس قائمة ائتلاف الوطن الجديد بدائرة فرنسا 1 للانتخابات التشريعية تولى في الفترة بين أكتوبر 2018 وفيفري 2019 الأمانة العامة لحركة نيدي تونس بعد اندماج الحزبين مع بعضهم ترأس جمعية النادي الأفريقي من جوان 2012 حتى نوفمبر 2017 تحصل على شهدة في الاقتصاد من جامعة ترابلوس الليبية سنة 1998 تحصل على الماجستير في الاقتصاد من الأكاديمية العليا بترابلوس سنة 2000 شلون نجمو نعرفو عليه آخر دونك تقريبا هذي تكوينه ولكن تعلقت به عدة قضايا من بينها شيكت دون رصيد من بينها جبهة فسيد من بينها طبيض الأموال وصدر في حقه قرار بتحجير السفر عليه تم رفعه فيما بعد وهذاك عليش تمكن من السفر طبعا نلقا بأنه دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستأنف بتونس كانت أصدرت بتاق إدافة السجن في حقه سليم رياحي على خلفية اتهامه بقضية غسل أموال مثارة ضده قبل ما يغادر البلاد في أواخر نوفمبر 2018 وما عودش يعني يرجع إلى تونس نرجو إلى القضية المثارة ضد سليم رياحي المحام يمتعه الطيب بالصادق يقول بأن القضاء الإماراتي قضى بعدم تسليم رجل الأعمال والناشط السياسي سليم الرياحي إلى سلطات التونسية تعرفوا بأن سلطات التونسية في إطار ملاحقة الفسدين والحرب على الفساد فمبرشة رجال أعمال مطلوبين للعدالة على خطرهم عندهم شبهة فساد وطبيض أموال وإلى غير ذلك ولكن رو نحب نقول اللي هذية مش حاجة تخوف بالنسبة لرجال الأعمال فقط الملاحقات هي تشمل رجال الأعمال الفسدين واللي تتعلق بهم عدة شبهات معليهم كان يواجهوا القضاء وإذا كان هم عندهم ثقة في براءتهم يواجهوا القضاء ويبرأهم القضاء ومع فما حتى إشكال يعني عليهم إنما رجال الأعمال اللي يخدموا بنضافهم عندهم حتى شيء ذوكم روما عنهم ما توصلهم حتى مش مضايقة يعني هذي لرجال الأعمال نشر تدوين المحامي طيب الصادق على الفيسبوك يقول الحمد لله الحمد لله انتصار مزدوج وسحق الانتربول الدولي يشتب بطاقة الجلب الدولية من منظومته والقضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب وعدم تسليمه لتونس أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن استقبالها وظيفتها وقبولها تمكيني من الترفع على منوي بسليم الرياحي أمام محاكم دبي وسائل المحاكم الأخرى كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات وأعطاء كل ذي حق حقه سليم الرياحي برأته اليونان واليوم الإمارات وأنصفه الانتربول الدولي وغدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة اتهام للقضاء التونسي بأنه مسيس هذا اتهام واضح وصريح نذكر بأنه هيئة الدفاع عن رجل الأعمال وسياسي سليم الرياحي كانت أكدت أنه خرجت برش أخبار كانت تتفكروا برش مرات إيقاف سليم الرياحي إيقاف سليم الرياحي بطاقة جلبية لغير ذلك كانت أكدت أنه تم الاحتفاظ به بدولة الإمارات بناء على بطاقة جلب دولية ضده ووضحت في عدة مناسبات أن السليم الرياحي مستعد يرجع لتونس ويمثل أمام القضاء التونسي وبينت أنه مستعد لتسليم نفسه ومواجهة الملفات القضائية والتهام المنسوبة إليه به هذية طبعاً قبل ما الإنتر بول تلغي بطاقات الجلب وبالتالي القضاء اليوم اليوناني برقوا القضاء الإماراتي يبرقوا وخاليني يقول بأنه فما إشكالية كبيرة خاصة تتعلق وفما جدل كبير يتعلق بسليم الرياحي ديما نلقاو يعني ديما نلقاو أنه فما أخبار عليه القال قبض عليها مش عارف أشنا ديما معناها متويتر الأخبار نذكر بأنه زادة تم تقديم قضايا عاجلة في حقه في بريطانيا وفرانسا واليونان والإمارات بعد ما تأكد تنقله أخيراً بين الدول هذه وتوجهت له تهم غسيل وطبيض الأموال تم تعميم اسمه من قبل انتر بول بناء على بطاقة صادرة عن القضاء التونسي تم إيقافه بتاريخ 19 أفريل في مطار دبي عضو هائلة الدفاع الطيب بسادق يقول أنه بطاقة الجلب ضد الرياحي كانت بين أنه على حكم صادرة على القضاء اليوناني في وثيقة بـ 155 صفحة يأكد بأنه الانتر بول اسبق وأنه قرر تجميد ثلاثة بطاقات ثلاثة ملفات وبطاقات جلب دولية ودراسة البطاقات هذه ويأكد أنه أعضاء الهيئة متأكدين من إلغاءها جميعاً وهذاك اللي صارم بعد يعني القضاء اليوناني أو العفوان الانتر بول ألغى هذه البطاقات إذن نحب نقول بأنه الجدل اللي ساير على أسليم رياحي اليوم القضاء اليوناني والإماراتي يبرقوا مازال في انتظار القضاء التونسي في حرب ضد الفساد في تونس ما على الأطراف الكل اللي إنها تواجه القضاء التونسي وتثبت البراءة متاحها إذا أثبت البراءة متاحك فهذاك المطلوب يعني أصلاً ولكن اليوم يعني اتهام القضاء بالتسيس هذا هو اللي خوف من هيئة الدفاع نعرف أنه قيس سعيد دائماً ما ينادي على استقلالية القضاء ويقول زادة أنه لا تسامح مع الفسدين إلا من هو بريء والبريء لا يهرب نعرش أن أي حد بريء ما يهربش من المواجهة ولكن يقعد المتهم بريء حتى تثبت إدانته وننتظر تطورات في هذه القضية القضية